ما أن تهدأ المحافظة حتى تعاود الصراعات السياسية بالظهور في ذيقار من جديد آخر هذه الخلافات كانت بسبب التغييرات الإدارية التي وصفها البعض بأنها سياسية وبعيدة عن المهنية تفاصيل أكثر مع مراسلتنا في المدينة نور صادق تغييرات واسعة تشهدها ذيقار على مستوى رؤساء الوحدة الإدارية في المحافظة ولسيما مع تأكيد مجلس المحافظة المضي بالتغييرات في الأقضية والنواحية لكونها قانونية ودستورية وفق وجهة نظرهم مما ولد مخاوث من صراعات جديدة في المحافظة المضي في الترشيح لرؤساء الوحدات الإدارية كون حق دستوري وقانوني لمجلس محافظة ذيقار بعد التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات حدث هناك بعض التجاذبات وبعض الطروحات التي تطلب التريث قليلا ما تزال الصراعات المعقدة بين الأطراف السياسية قائمة على نظام المحاصصة وتتمحور الخلافات حول مناصب الوحدات الإدارية وعلى الرغم من وجود رغبة مشتركة في إحداث تغيير إلا أن الحكومة المحلية ما زالت تتسم بالفوضى خاصة مع وجود عدد مثهل من الأحزاب المسيطرة عليها مراقبون للمشهد في ذيقار رأوا أن هذه التغييرات جاءت وفقا لأهواء هزبية وانتماءات قد تحدث إخفاقات جديدة على مستوى الخدمات وتزيد من ما سوية الواقع في المحافظة يعني الحكومات المحلية دائما نسمونها حكومات خدمة موضوع الخدمة ما يتحمل خلافات ومناكفات وصراعات نحتاج إلى هدوء نحتاج إلى تفكير منطقي ومهني وعملي حتى الإدارات المحلية تنجز أعمالها وتنفذ مشاريعها بدل الخلافات والمناكفات والصراعات والتنافس والتصريحات المتبادلة في إطار صراعات حزبية لعله أو صراعات مصالح نفحت بعض الخلافات خلافات منها خلافات سياسية ومنها خلافات إدارية وبالتالي هذه الخلافات أثرت سلبا وانعكست على واقع الخدم للمحافظة وبالتالي دعوة إلى المجلس المحافظة وإلى السيد المحافظة على أنه يكون هذه الخلافات تلقى جنبا مبدأ المناورة الذي تعتمده الأحزاب في تقاسم المغانم يعود للواجهة من جديد بحسب مواطني المحافظة المتخوفين من المحاصصة في توزيع المناصب للإدارة المحلية في ذيقار من ذيقار نور صادق الرابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر